أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع الموريتاني حنن نولد سيدي وأكد المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس السيسي تسلم رسالة خطية من الرئيس الموريتانيا تضمنت التأكيد على تعزيز علاقة التعاون خاصة على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق حنن نولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبدالله سفير موريتانيا بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراصخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية لسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في ضوء التقدير الذي تليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسية على السحتين الإقليمية والدولية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى شقيقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعيد بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار